حصلت حاجة غريبة النهاردة وانا بسحب من الموقع ده لسه جديد. بسحب منه ربعمائة خمسة واربعين ووصلوا مرتين. بورا بعضة. هتشوفهم دلوقتي واحنا بنسحب. تكلمت الراجل اللي تقول له يا عم انت الموقع بتاعك بيبعت السحب مرتين. قال لي خلاص يا عم طالما انت رجعتهم خد نصهم. فنصهم ده يكون ليكم وابو الاصحاب. هنعمل فيهم ايردروب النهاردة مش مسابقة. هننزلها على تويتر. هتلاقي طبعا رابط تويتر هنا وموجود في كنات تليجرام. خش عليه كل اللي عليك هتسيب ايدي باينانس او بنانسي او بينجي اكس. بس ما تسيبش حاجة غريبة من الدولات. لو ما عندكش المنسطين دولات هتلاقي رابط التسجيل فيهم اسفل الفيديو. امبارح احنا كنا بنوزع عشرين دولار كل واحدة ياخد خمسة دولار منهم. احسنوا برضو قدام حضرتك. وتقريبا النهاردة عندنا فيديو هين يعني شكلها بالصحاب كده دورك قرب. ييجي. ما نساش تعمل لايك وتعالى الشرح لك. بصلا بالصحاب هيفتح معاك طبعا موقع زي ما احنا قلنا. الموقع ده سحبنا منه مرتين بالخطأ. والنص التاني اللي رجعوا الراجل هنعمله ايرد ربا مش مسابقة. طيب هيفتح معاك بالصحاب موقع زي كده طريقة التسجيل سهلة وسهلة جدا. ده موقع استثمارية اللي احنا بتشتغل فيها كل يوم. بتكتب اجميل وبعد كده بتكتب البصورد ومباشرة تعمل تسجيل دخول. هتلاقي طبعا الموقع هفتح معاك وبشرح لك الخطط بتاعته. الخطط بتاعته بتكون عبارة عن انك انت اول ما بتسجل بتاخد ستين دولار مجاني للناس اللي هتشتغل بس يعني ما ينفعش تسجل وتسحبهم لا ده الناس اللي هتفتح بقاط فقط. ودي طبعا اسعار البقاط هنشرحها دلوقتي مع بعض و هنشرح ازاي اصلا احنا بنكسب منها. طيب عندك هنا تدخيل الفلوس يعني هتدخل الفلوس في الموقع وعندك جنبها برضو تخريج الفلوس يعني هنتخرج الفلوس من الموقع. والموقع طبعا بيشتغل في العمنات الرقمية. طيب اول باقة قبل اول باقة. هنا بيقول لك لو تدخل مئة يوم بتاخد ستة دلار مجانية. فما تركز عليها اوي عشان عمر الموقع ما هيطول مئة يوم. واخر اوي عشرين ستين يوم بالكتير اوي. وممكن انها في كمان من اول يوم يعني مش لازم برضو يطول. اول باقة بتكسب منها تنين دولار وعشرة. ثاني باقة ستتاشر وتمانين تلت باقة بتكسب اربعة وتسعين دولار. وهنشوف دلوقتي اسعارهم قديلة ومناسب حضرتك طبعا بتشتغل عليها. بص باعة ركز هنا. لو تبسط على اول باقة هتلاقيها انت مركزش على لايك يا صاحب شكرا على لايك اللي هتعمله دلوقتي. هتلاقي ستة وستين. انت بزاعة محمد ما احنا لسه قايلين انت خدت ستين يا صاحب هدية. فيخصمها من هنا. يبقى سعر اول باقة ستة دولار فقط. وانت لو دست عليها برضو هتزهر لك الرقم بتاعي. يعني على سبيل المسال هنا مكتوب مية وتسعتاشر. لو دست هتزهر لك هنا تسعة وكمسين دولار لان عندك ستين دولار موجودة في الموقع. عشان تتأكد طبعا هتروح تشوفهم موجودين عندك لاي حد هتسجل هتخدهم يا بص هو. طيب اسعار الباقات دلوقتي بتبدأ ازاي? اول باقة بستة دولار وبتكسب منها مية ستة وعشرين دولار. ولكن كل يوم بتكسب اتنين دولار وعشرة سنت. ده اللي بتكسبه على طول زي ما احنا بنكسب دلوقتي. تاني باقة بتسعة وخمسين وبتكسب لحد الف دولار وبتاخد منها ستتاشر دولار كل اربعة وعشرين ساعة. تالت باقة سعرها تلتمية تسعة وعشرين دولار وبتكسب لحد خمس تلاف وستتمية ولكن كل يوم بتاخد منها اربعة وتسعين دولار يعني لو اشتركت النهاردة بتاخد اربعة وتسعين دولار النهاردة وهكذا كل اربعة وعشرين يوم بتاخد نفس الربح. ودي طبعا اسعار الباقات تشوف المناسبة لحضرتك وكل حاجة بتكون على مسؤوليتك الشخصية. انا هنا بشرح تجربة الشخصية كبالصحاب. بتدوس كده بس على الباكة لو انت مناسبة ليك هيقول لك الرصيد بتاعها كزا. هتروح مباشرة على محفظتك وتاخده العنوان ده وتبعد الكزا. لازم الكزا ده يوصل السعر يعني سعر الباكة يوصل كامل في الموقع. وبعد ما بتعمل بتقول له انا كملت الاداعة. بتلقائي الموقع حيفتح لك الباكة بتاع حضرتك او تعمل انت تحديس يعني تحدث الموقع بتعمله كده. هتلاقي موجودة عند حضرتك الباكة. انت بقى اللي هتعمله من بعد دلوقتي هو بقى ربحك بعد 24 ساعة نخش نكسب النهاردة. الباكة تلاقيها موجودة عند حضرتك كده فالباكة دي بتطلع لك مهام. يبقى شغلك كله بعد 24 ساعة تروح على مركز المهام. تفتح الموقع تروح على مركز المهام مباشرة لان انت خلاص اشتريت الباكة مش هتحتاج انك انت تشتريها مرة كمان. هتلاقي طبعا حضرتك هنا مهمة في الباكة. المهمة دي هي سعر الباكة اصلا اللي انت هتكسبها. يعني مسلا هنا السعر بتاعه حضرتك زي ما انت طبعا شايف اربعمية خمسة واربعين دولار. وركز بقى عشان هنا المفاجأة واحنا بنسحب دلوقتي. طبعا حضرتك السحب وصل مرتين. وشكرا مقدما عن اللي لسه الناس ما عملتهوش دلوقتي. يبقى احنا دلوقتي اخدنا المهمة هتروح مباشرة على تخريك الفلوس. هتلاقي حضرتك الرصيب بتاعك موجود هنا. تكتبه في اول خانة وفي الخانة اللي في النص بتجيب العنوان والكلام ده بيتعمل كل اربعة وشرين ساعة هنا بتجيب العنوان وفي اخر حاجة تكتب الباكة بتاعك اللي احنا عملناه وقت تسجيل الدخول على سبيل المسال اهو. هنكتب دلوقتي الباكة في اخر خانة وفيه هنكتب اربعة اربعة خمسة اربعمية خمسة واربعين دولار وهنجيب المحفظة اللي هنسحب عليه هنحطها في النص. وهنا بنسحب دلوقتي بقى كانت المفاجأة. يا بو الصحاب. طبعا عشان دي الشركات بنتعاول معها فلازم طبعا اقول له ان السحب وصل للمراتين ما ينفعش ان انا اخد السحب وده كلام عائل صغيرين ما ينفعش نعملو في كوانات كوين في ريحات الاول مبالغ برضو كبيرة. المهم السحب بيوصل في اخلال ما بين دايقتين لحد سبع دايق. وبيوصل طبعا على المحفظة بتاعتك عدوان السحب والادع بيكون عملة الدولارة على شبكة ترون او تيرسي عشرين. كنت طبعا بعمل الزبات السحب لقيت التانية نزلت فيها قلت ايه ده. ممكن يكون خطأ من انتورست ولد مسلا جابتلي لشعار مرتين فقلت ادخل اتأكد وبرضو كان الفيديو الشغالي يعني كنت لسه محصدش المونتاج. فعملت ريفرش وبص كده رقيت المبلغ تمنمية وتسعين دولار. وصل مرتين هم موجودين عند حضرتك. طبعا ده كان سحب مبارح بالليل. اتصلت بالراجل مباشرة وطولة اعمل حاجة انت الرجل الموقع بتاعك بيبعت مرطين. فانت مرضو لو حصل معك نفس الخطأ اكتب لينانا في التعليقات. الرجل اللي خلاص خد نصهم فنصهم ده هعمل لك بايردروب زي ما قلت لك تبعت الاي دي بتاعك على باينانس او على 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 تويتر هتلاقي طبعا الرابط موجود في الوصفة. رابط التويتر هيوسلك مباشرة على تويتر. بدون اي شروط يعني مش مع ما يقول لك اعمل فيديو ولا لايك ولا اي حاجة. انت بتروح بس تسيب الاي دي. والمبلغ كلها هيتوزع عليكم اي دروب هناك. طبعا اي دروب يعني اللي يوصل الاول يكسب الاول. والفيديوهات زي ما احنا عارفين بتختار منها اربع اعضاء والاعضاء بتنزل في اول الشاشة عشان احنا نباره هيخترنا عشرين عضو. فهم دولة اللي كانوا في اول الشاشة. من السجل تعمل لها. ونشوفك فيه جديد على كوين ونشوفك فيه.